في أول تواصل رسمي يجري بين بغدادا وواشنطن أبلغ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو نظيره العراقي بأن الإدارة الأمريكية ستنظر في تطمينات العراق وإجراءاته الأمنية لحماية المنطقة الخضراء وإمكانية العدول عن قرار إغلاق السفارة ميدانياً وجه الكاظمي بحسب مصادر مقربة منه بوضع مقارات تعود لفصائل مسلحة تحت الرقابة المشددة لملاحقة مستهدفية السفارات فضلاً عن تكثيف انتشار قوات الأمنية حول المقارات الدبلوماسية أما سياسياً فالمفاوضات الشاقة لضبط إيقاع الفصائل المسلحة لم تسفر حتى الآن عن أي نتيجة مطمئنة فالكاظمي لم يحصل على أي تعهد من أي جهة بإيقاف الهجمات ما جعل الباب مفتوحاً أمام مزيد من التصعيد تم توجيه تحذير واضح لكل الفصائل بهذه القضية يعني أكو أشياء كثيرة صعبة الكلام بها في الإعلام لكن الحكومة تعمل بشكل تام مع هيئة الحجر الشعبي مع السفارات بقسم من الدول وإذا ما نجح الحوار في إنهاء الأزمة فأن التطورات الأخيرة تبيح احتمالات خطيرة قد لا تحمد عقباها أخطرها مواجهة الفصائل المسلحة عسكرياً التي تحاول كسر هيبة الدولة وإضعافها في التحديات الكبيرة ترجمة نانسي قنقر